ليك هون قدي مساحة الشقة تقريباً؟ هون مساحة الشقة 150 متر 150؟ 150 متر وبقدي المتر يعني؟ بيصير المتر بـ 1700 دولار بيبلش المتر بـ 1700 دولار 1900 دولار؟ يعني دفعة أولى قديدة تكون تقريباً؟ يعني حوالة 80 ألف سوري شفتك عم بتشوف شقة بس ما حسيتك كتير هيك الأسعار من نسبتك؟ اه لأنه بقبض 2000 دولار هو معاش منه كتير سيء بس كمان ما رح فيني قدر إدفع هاي الدفعة واقع يعيشه معظم شباب لبنان شراء شقة سكنية أو أي عقار بات صعباً لا بل مستحيلاً بسبب الغلاء الفاحش في الأسعار ومع الأزمات التي يعيشها المحيط العربي ساد التوقعات بأن الأسعار قد تتراجع إلا أنه بعكس المتوقع بقيت على حالها منذ حوالى خمس سنوات فهل يتغير الوضع اليوم وبأي اتجاه؟ نحن من عمر شقة على الأرض والأرض مسحتها بلبنان بشكل عام وببيروت بشكل خاص عم بتدي عم بتقل الأرض إجباري وحكماً عم بيزيد سعرها وبما أنه الأرض عم بيزيد سعرها الشقة بد يزيد سعرها بغض النظر عن المواد الأولية اللي منستعملها كلها زادت بكذا مرة مش عشرة وعشرين بالمئة وثلاثين بالمئة هلأ اليوم في ترقب بالنسبة للأسعار والطلب الناس عم تسئول والناس مفكر أنه بدو ينزل بس نحن منتمنى تستقر منتمنى تنزل بس هي مرح تنزل إذا كانت أسعار الشقك السكنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار العقارات والأراضي وإذا كان عدد الأراضي والعقارات يتقلص يوماً بعد يوم فما هو مستقبل الأسعار وكيف يشرح الخبراء هذا الموضوع إحصاءات شركة ريمكو ودراساتها على الأرض تشاطر أراء التجار وتشير إلى أن حجم مخزون العقارات الفخمة قيد التطوير في بيروت يبلغ ثلاثة ملايين متراً مربعاً أي حوالى عشرة ألاف شقة يبلغ سعر المتر المربع فيها ما بين ثلاثة ألاف دولار وعشرة ألاف تم بيعوا ستين بالمئة منها أما خارج بيروت فالأسعار لا تقل عن ألف دولار للمتر المربع أسعار الشقة التي لا تنبيع لا تنخفضت لأن هناك مقاومة إذا بدك من أصحاب العقارات لا يبيعوا لا يخفضوا أسعارهم لأن الأراضي بعدها تطلع أنا أعتقد أي مؤشر سياسي أمني إقليمي إيجابي بدون يرجعي أن نعكس على الطلب إذن أزامات المنطقة والجمود في الأسواق لا تعني بحسب الخبراء أن الأسعار ستنخفض بعكس الرهانات المعقودة خصوصاً وأن عدد الأراضي المتبقي تقلص ووصل في بيروت تحديداً إلى 19 عقاراً فقط ترجمة نانسي قنقر